دعا مجلس الامن الدولي في ختام جلسة مغلقة بحث خلالها الوضع في اليمن حيث بدأت القوات الموالية للحكومة هجوما على مدينة الحديدة لطرد الحوثيين منها دعا الى ابقاء ميناء المدينة المطلعة للبحر الاحمر مفتوحا لكونه المعبر الرئيسي للامدادات الغذائية والمساعدات الانسانية الى اليمن في هذا الوقت حث زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي مقاتليه على التوجه الى مدينة الحديدة للدفاع عنها في مواجهة القوات الموالية للحكومة والمدعومة اماراتيا بحسب تصريحات هي الاولى له منذ بدء الهجوم على المدينة الاستراتيجية فاي اهمية لهذه المدينة ومينائها هذه المناطق الملونة باللون البني هي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن من ضمن هذه المناطق واكثرها استراتيجية هي محافظة الحديدة الواقعة بغالبيتها ضمن مناطق السيطرة الحوثية والتي تشرف على نحو اربعين جزيرة ما زال بعضها يخضع ايضا للحوثيين هذه المحافظة حيث يعيش حاليا اكثر من مليونين نسمة تبلغ مساحتها نحو 13500 كم مربع بواجهة بحرية على البحر الاحمر بطول 300 كم تكمن اهميتها بالنسبة الى الحوثيين انها تحتضن اخر متنفس بحري لهم ويعتبر ميناؤها ثاني اكبر موانئ البلاد بعد ميناء عدن وتكمن اهمية ميناء الحديدة في قربه من خطوط الملاحة الدولية حيث قدر السفير السعودي في واشنطن الامير خالد بن سلمان بان 15% من خطوط التجارة الدولية تمر عبر هذا الممر البحرية وان الحوثيين سبق ان هاجموا في هذا الممر سفنا عسكرية ومدنية تابعة للمملكة والامارات والبلايات المتحدة وغيرها من الدول كذلك فانه عبر بناء الحديدة تدخل غالبية واردات اليمن من الغذاء والنفط والمساعدات الانسانية ويؤكد التحالف العربي بقيادة السعودية ان من هذا الميناء يتلقى الحوثيون من ايران امداداتهم من السلاح ويرى خبراء ان سقوط الحوثيين في الحديدة ومينائها الاستراتيجي في حال حصل سيمثل تطورا نوعيا يقود الى اخضاعهم في باقي المحافظات وصولا الى العاصمة صنعاء في الشأن السوري اعلن المفد الدولي الخاص الى سوريا ستيفان ديمستورا انه سيسعى لبدء العمل على وضع دستور جديد لسوريا خلال سلسلة اجتماعات في الاسابيع المقبلة